السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هاد مهار ان شاء الله نقدمو حل الحلقة ديال واحد دواء لي في الحلقة هو جديد ومنفرد من نوعه يعني ما كانش وعد ولا يعني متاح دباف عند البيطاري ومتاح عند يعني الصيدليات لي فيتي غينيار هو التحصين وليس علاج فوري وانما هو تحصين ضد المرارة والكبد يعني امتفاخ المرارة والمشاكل اللي كتلقاها الكبد يعني الناس اللي كيخلطوا ما بين الحويج الناشفين وكيعطيو تل الحويج الخضراء الحويج الخضراء وما اللي كيصبو في انتفاخ المرارة والنبولة كذلك المهم كين واحد الدواء اللي معروف وهو اه ام بي اس هادوك معروف هدك الدواء كيدير عشرة درهم كيستعملوه غالبا لبني كيوقع المراض يعني ساكيوقع المراض عاد باش كيمشو يديرو هدك الدواء وهدك الدواء كيستعملوه ايضا اه يعني الامور الفيطامي يعني مني كتفطم الصغار كتستعملوه هدك الدواء انما هاددواء اللي يجبت لكم هاد النهار اسميتو هبارينول هبارينول عقلو عليها بادياب اش هبارينول هاددواء مشي تكيوقع المشكل وانما هو عبارة عن تحصين ممكن انكم تديروه للكبار والصغار للامهات للعشار اللي كيردعوه اي حاجة ممكن تديرونا هو الى شريتوه وشفتوه اللون ديالو هده اول لون ديالو يعني الرائحة ديالو هي مني كتشموه كتلقو فيه واحد الريحة ديال العصر الحر انا شميثو بيتلي الريحة ديال العصر الحر هاد الدواء راه عاد ولا مكانش سميثو هبارينول هادا ماشي تيوقع لك المشكل عاد باش تخدموه لا هاد الدواء هو عبارة عن تحصين والمشكل ديالو انه راخيص بحاله بحال تي ام بي اس يعني الدواء ديال تي ام بي تي غي اس يعني شرطة اس هادا مني كيوقع المشكل عاد باش كيكتدير هاداك الدواء ماشي تحصين على مدة عام هادا تحصين ديال العام يعني الناس كيكم لي كيخلطوه ما بي الحويج الناشفة يعني كي يعطيو السيكاليم او الخبز الجاف او الدوراء او الشاعير ولكن كيخلطو معاه الاشياء الخضراء او القشور ديال الفواكه مثلا القشور ديال الخضراءات هادا دوي فعال الراه بالتجريبة عني ان 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 اعطيكم الحاجة تكنجربها راني جربت هاددواء اراه عام ونخدام خير الحمدلله وليت كان ان اعطيهم الاشياء الخضراء انا اعطيهم القشور ديال البطاطس القشور ديال ممكن تعطيهم الخص ممكن تعطيهم الفصة الخضراء اي حاجة كنت تتطيهمهم خضراء كان دوا هذا سهل من رخص في الدوا و هلذي تفعل و لكن دوا هذا نخلق دوا تحسينين ممكن تطعوها من العام الى العام وهذا ممكن ان انكم تطعو القطيع كامل يعني لاترذي الماء بعض هذه الان سلسلة لا ترديل الماء بحال هذا كتجيبوه يعني هاد المحقانة كيعطيها هالكم معاه او تكون عندكم مشي مشكي وكتعمرو انا غالي نعمر طريقة قدامكم انتو ما هدي انتو مشحل من تدريجة خمسة دريجات يعني خمسة سنتيمتر كين سنتيمتر اللي اول تاني تتال خمسة سنتيمتر كتعمروها كاملة تعمر كاملة عندما تل خمسة سنتيمتر ها هي عندما تتعمر كاملة عندما خمسة سنتيمتر وصافي تقدروها هنا بها الطريقة صافي ها هي انكم غادي تشدوها هاد اللي تر هذا غادي تفرقوه لهم على هلا كان عندكم طاسات هلا كان عندكم طاسات يعني كتحطوه في الطاسات كل واحد كتكبولوك جغيمة 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 كان عندكم يعني الخزان دي الماء وعندكم شربات ذي كل الحلامات ممكن انكم تكبوه تزيدوه مع الخزان دي الماء صافي وراء خدم مئة بالمئة إذن هاد 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 الطريقة هادي ممكن أنكم يعني تخدموها من العام للعام يعني عندكم عام محلول بعشر دلاهم يعني في حقيقة راه يعني شي حاجة الخيس في الثمن وهاد دورها ما كانش راه البيطاري عاد قال لي برحمة الوالدين يعني دير هاد الفيديو ونشره راه قاع الناس اللي محتاجين هاد هاد حيث أنا يرى هاد دورها اللي اديت عليك راه فعال في حقيقة راه اختم معي مزيان قال لي وهاد دور هاد حاول انك تعطيه قال اي مربي ارانب راه راه جيد فعال وفعلا راه عبارة عن تحصين كين تحصين تسمم الدموي وكين تسمم المعاوي كين تسمم له يبرى وغالية في الثمن كاسميتها سيفا باكس دير تسمم الدموي اسميتها كوني بخافاك أما هادا راه جيد فعال مرخيص في الثمن عشر دلايين مشي شي حاجة هاي بانيغول هاي بانيغول هادا دور يعني الناس اللي كيخافوا انهم يعطيو الانانب ديالهم الاشياء الخضراء هادا راه دور جيد فعال الكيفية دي استعمار اني وردتكم لمدة ثلاث ايام صافي مني نديرو ثلاث ايام هادا القنين هادا احتفظوا بها العام الجاي قللكوا راه صالحة ما كتضيع موالو خليها عام كله اني ممكن انه دور انا دور راه صافي راه انا دورك لهم يوم الاول الثاني دور الثالث شوفوا شحال باقي فيها راه عام راه بزاف هذه ممكن انك تحتفظ بها تحتفظ بها في مكان عادي ممكن انه مديراش قع في تلاجة وتحتفظ بها هذه راه ممكن انها يعني تستعملها العام الجاي اني عشر دلاهم تستعمل عامين مثلا خمسة دلاهم في العام ارام 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 اشي حاجة جديدة وشي حاجة يعني الحمد لله رخيصة في الثامن اذا هاد 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 اليترو هادا غتفرقوه على القاطع كامل جغيما 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 كان عندكم الخزان كبوه كامل في الخزان وان شاء الله راه دور فعال مئة بالمئة ولما الناس اللي ما فهموش طريقة ولا انا كنرحب بالتعالق الطيبة ديالكم وانا راه الاشارة باش نجاوب على الاجوبة ديالكم طريقة راني وريدكم خمس سنتيمترات كتكبوها في لتر ديال الماء وكتعطيهم لمدة 3 ايام صافي كيولي عندهم تحصين معاوي 100 بالمئة اذا حلقة ديالنادية لهذا النهار هي هالي كانت منى اني نكون فتكم بها الدواء اللي عادي الله خرج جديد تكيو الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زير جام باش تساندوني ونزيد مازال بحث لكم على متل هاد الادوية الرخيصة ومعلومات القيمة اللي شحلموا في اللي كومنتير كيشكروني وكنحس اني بنيت في واحد العائلة في هذا اليوتيوب كنشكركم على التعالق طيبة ديالكم الناس لم يشاركوا معنا يشاركوا معنا تكيووا على زر جام باش تساندونا والدعم ونزيدو القدام وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله